السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة طب سات منود إن كنت أول متتبعين لا تنسى اشتراك أغلب الحالات يعانون من التواء وعوجاج الأسبوع الكبير وذلك يرجع لعدة أسباب سندكر أهمها وكذلك كيف يتخلص من هذا العوجاج وبالطبع بسبب نتوء هذا العظم في تكون الرجل مبسطة أي الطول وعرض الرجل تكون زائدة على الطبيعي فمن الطبيعي أن يكون هناك التهاب وألم من حد في المفاصل وعوجاجها يسبب في صعوبة اللبس الأحدية المناسبة كذلك دوال الساقين والتقل في الرجلين وانتفاخ وبسبب الرجل المبسطة يكون هناك ألم في الرقبة وعدم التوازن في الحوض فهناك عدة وسائل للتخلص منها فهناك خمسة أشكال عوجاج الأصابع بسبب الحداء الغير مناسب والكعب العالي هناك الأصبع الكبير تحت الأصبع الثاني فهو من أسوأ الحالات كذلك هناك الأصبع الأوسط يكون متني أو الأصابع كلها لديها برز جلد الميت أو تشقق القادمين فأغلبية يشتكون من ألم في الأصابع الوسط إذن سنتطرق إلى حلول لهذه المشاكل أولا يجب ارتداء حداء مناسب يساعد على تقويم الأصبع الكبير تجنب الكعب العالي اكتيار تقويم طبي من السيليكون الجيد لإعادة تقويم الأصابع واستقامية مشط القدم وحداء مناسب ممكن ارتداءه في الخروج كذلك جوارب أعدوا على استقامية الأصابع وأفضل هذا النوع لأنه من النوع الجيد وأنصح به بشدة كذلك هذا التقويم أنه رائع يساعد على المشي ولكن لا يمكن ارتداءه مع الحداء أنه فقط لاستعمال المنزلي وبعد النوم ممكن أن تمشي بها في المنزل أما هذا النوع فلا أنصح به لقد استعملوا عدة المرضى ولكن سببه يمكن أن يسبب فقط لتهاب بسيط بين الأصابع لأنه يتكون من بلاستيك إنه يساعد في استعادة تقويم الأصابع لكن لا يمكن أن مش به كذلك لا يمكن ارتداءه مع الحداء ولا للخروج فقط هو الاستعمال الليلي ولكن ممكن استغناء عنه فأنصح به بعض التقنيات الجديدة والحديثة التي لا تسبب أي ألم ولكن تستعيد التقويم لأصبع فقد تفادوا الكعب العالي وللتفاة للتهاب هناك هذا الجورب الصغير فهو يساعد على تفرقها بين الأصبع الكبير وهذا كذلك السيليكون وكان هناك تقويم آخر فهو جيد فهذا هو الأفضل أن يكون السيليكون بين الأصابع من نوع الصلب والجيد فأنصح بهذا النوع بشدة لأنه يساعد على التخلص من هذا المشكل بصفة نهائية والسهل وممكن أن ترتديه مع الأحدياء ومع الجواري في المنزل في الخارج فهو رائع جدا بالنسبة للأصبع الأوسط فممكن أن استعمال هذا البوند أم هذه الطريقة لعزله أو جمعه مع الأصبع آخر ولكن هذا التقويم هو الأفضل الأفضل ومجرد كذلك هناك فرص طبية والصحية تساعد على التخلص من الرجل المبسطة طريقة ترويض الطبي أو الترويض الرياضي بالنسبة للرياضين بسبب حركات والإجهاد فهناك بوند أو شريط طبي خاص وهذه هي طريقة استعماله نقوم ببداية من أصبع الكبير نحو القدم فهو يساعد فقط لتخلص من التعب والألم نضيف حريط آخر ونقطعهم من الوسط بهذه الطريقة لندفع لندفع المفصل الأصبع الكبير نحو الداخل من هنا نقوم بضمه مع الأصبع الثاني هناك فجوة تكون مسافة بين الأصبع الكبير والصغير هناك بند طريقة أخرى بشريط طبي آخر أولا نقوم بمساج وتدليك للرجل المتعبة بعد يوم من عمل والوقوف مدة طويلة فهذه النقطة بالدات نقوم بتدليكها بالشكل الجيد هناك آلة رائعة للمساج حركات نقوم بها لتحسين الإحساس وإعادة الرجل العادية والتخلف من الرجل مبسطة ولكن هذه الحركات أغلب يستعمل وينصح بها الطبيب بعد عملية جراحية حركات لتقوية أصابع مست الرجل نقوم بتفرقة الرجل عبر شريط إلى السيد حركات وبسط الرجل هذه الطريقة صعبة وإن كنت استطعت أن تحمل خيط غليط فالرجل سليمة والحمد لله هذه الطريقة صعبة بالنسبة للذين يعانون من نتوء الرجل هذه الطريقة جميلة جدا وبسيطة وفي الأخير بعد التمارين الرياضية نعود إلى التقويم كل يوم كل يوم هذا روتين مسائي تستعمله كل يوم لإعادة استقامية الرجل ومست الأصابع أو أفضل هذا الجورة خصوصا في فصل الشتاء والخريف استحسن تقصير الجلد الميت والذين يعانون من إيجاج الأصابع وسببه التغط على بعض المناطق خصوصا في جانبي الأصبع الكبير وأسفل القدم فيجب تقصيره عند اختصاصيين حتى تعيد إحساس والطورة الدموية للرجل بعد ذلك لا تنسى النصائح التي قدمتها فهي فعالة والحمد لله أعطت نتائج مبهرة ولا تبخلوا علينا بلايك واشتراك بالنسبة للذين يعانون من جلد الميت يفضل استحدام هذا السلكون أو جورب خاص للتخلص من تخت خصوصا في القدمين تحت القدمين أو تحت الأسبوع الكبير وإلى اللقاء وشكرا على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر